محمود حتى الساعة لم تعرف هوية القتلين أو من هو المستهدف في هذه الغارة هذه الغارة حصلت منذ بعض الوقت النيران التي اندلعت أدت إلى احتراق السيارة بالكامل هي سيارة من نوع BMW X5 أدت إلى احتراقها بالكامل تم انتشال جثتين متفحمتين لذلك ننتظر بعضا من الوقت لنتأكد من هوية المستهدف وهي المرة الأولى محمود التي تستهدف تلك المنطقة في منطقة ميدون بحسب المعلومات كانت هذه السيارة في طريقها من الجنوب اللبناني باتجاه البقاع الغربي وتم استهدافها في ميدون لذلك كل الاحتمالات واردة حول هوية المستهدف إن كان من حزب الله أو من حماس أو من الجماعة الإسلامية لأن هذه المنطقة هي معروفة بأنها من بيئة حزب الله لذلك قد يكون شخصية من حزب الله وقد يكون من حماس خصوصا مع الاستهدافات المتكررة لقيادي حركة حماس وأيضا قد يكون من الجماعة الإسلامية لأنه سابقا أو قبل حوال الشهرين أو الشهر ونصف كان هناك أيضا غارة في البقاع الغربي ولكن في منطقة الصويري كانت تستهدف قياديا في الجماعة الإسلامية ولكن الصاروخ أخطأ السيارة وأصاب سيارة أخرى ما أدى إلى مقتل عامل سوري لذلك كل الاحتمالات واردة محمود حول هوية هذه الشخصية المستهدفة طبعا سنكون مع من أو مع هوية هذا المستهدف عبر المعلومات التي ننقلها طبعا عبر مصادرنا ولكن محمود قد يكون من الواضح بأن هذه العملية هي ردا على العملية التي قام بها حزب الله ليل أمس على موقع رويسات العلم والتي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي فإذ كان يتوقع أو كنا نترقب بأن يكون هناك رد إسرائيلي على هذا الاستهداف وعلى مقتل الجندي الإسرائيلي رغم أن طيران الحرب شن سلسلة من الغارات في جنوب لبنان إلا أن كنا نتوقع بأن يكون هناك رد أعنف من ذلك كما جرت العادة ويبدو بأن هذا الاستهداف لهذه الشخصية هي قد تكون ردا على عمليات حزب الله في ساعات ليل أمس طبعا فور معرفة هوية الشخص المستهدف سنكون معكم بها فور ورود أي معلومات جديدة ونحن سنكون معك ناهد أيضا نشير إلى أن حزب الله استهدف قافلة عسكرية إسرائيلية في كمين في موقع رويسات العلم وأدى إلى تدمير آليتين إسرائيليتين ناهد يوسف سنعود التواصل معك مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان القياديان من حزب الله أو القتلين قياديين في حزب الله أم لا مرتونا للمطبع بعني 90 سنوار صرقية إسرائيلة أم لا أم لا رمز دقاء أسفning شكرا